عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيت لي خيراً اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيراً لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي لهم إني أسألك خشتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الضضى والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيماً لا ينفز وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لزة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهديين عن شهر بن حوشب رضي الله عنه قال قلت الأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك قال قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء قامه ومن شاء ذاغه فتلا معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ذيتنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوز من سبو القضاء ومن درق الشكاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء اللهم إن يعوز بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم إن يعوز بك من هؤلاء الأربعة اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرف طعين واصلح لي شأني كله اللهم يxitفي والميقات يتس Sel softly محيطة الع石 محيطة لا تحيد لا تحيد انزل بس أرجو